السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية ركوب السيارة مع شخص معروف في المنام ركوب السيارة مع شخص معروف يؤول بالخير أو بالشر طبقا لطبيعة العلاقة بين الحالم وذلك الشخص الذي ركب معه السيارة في المنام أولا ركوب السيارة مع الصديق يشير الحلم إلى قوة علاقتهم واستمرارها سنوات طويلة وإذا كان الحالم هو الذي يقود السيارة وصديقه يجلس بجواره في المقعد الأمامي فأنه يسيطر على صديقه في بعض الأمور الحياتية وربما يتشارقان في العمل والحالم سيكون صاحب العمل وله النصيب الأكبر به ركوب السيارة القديمة مع شخص معروف دلالة السيارة القديمة تؤول بإحياء علاقة مر عليها زمن قديم فلو المطلقة ركبت مع زوجها السابق سيارة قديمة وليست متهالكة فأنها تعود إليه وتعيش معه من جديد أما لو السيارة متهالكة فهذا أزى تعيش قريبا بسبب طلقها تفسير رؤية ركوب السيارة في المنام مع شخص معروف لابن سيرين بما أن السيارة اختراح حديث ولم يتحدث عنها ابن سيرين في مؤلفاته فأن تلك الفقرة سوف تتحدث فيها عن ركوب الرائل الدب مع شخص يعرفه في الحقيقة أي أنه قد يركب حصانا مع أحد الأشخاص والرؤية في هذه الحالة تدل على السلطة والقوة في حالة لو الحصان كان يسير بخطوات متزنة ومن باب القياس فأن ركوب السيارة والتوجه إلى مكان جميل لا يعرفه الحالم في الحقيقة يدل على طرق الحزن والانتقال إلى السعادة والنجاح وراحة البال الرأي لو كان يجلس في المقعد الخلفي وأبيه يقود السيارة في المنام فأن الرؤية دل على أن قرارات حياة الحالم وزمام الأمور لم تكن في يده وإنما في يد الشخص الذي كان يقود السيارة تفسير رؤية ركوب السيارة مع شخص معروف في المنام للعزباء العزباء التي تركب السيارة مع خطبها وكانت شاعرة بالأمان في المنام ولم تنزعج من طريقة خطبها في قيادة السيارة فالرؤية تعني قوة ذلك الشاب حيث أنه يتحمل المسئولية وقادر على إسعاد الحالمة في المستقبل وسيكون جديرا بالثقة كما أن الحلم يتنبأ بأنه سيكون أبا صالحا ومثاليا لون السيارة التي ركبتها العزباء يدل على معاني متنوعة وهمة للغاية السيارة الحمراء إذا ركبت تلك السيارة مع رجلا تعرفه ولكن علاقتهم سطحية ولم يحدث بينهم أي ارتباط رسمي في الحقيقة فالرؤية تشير إلى الحب الكثير الذي يجمعهم وقد يتزوجان ولكن إن ركبت السيارة الحمراء مع امرأة تعرفها وكانت تلك المرأة تقود السيارة بطريقة جنونية فهذه غيرة شديدة وحكت وحسد يملأ قلب هذه المرأة وعلى الحلمة أن تحذر منها السيارة السوداء لو الحلمة ركبت سيارة سوداء مع ملك أو أمير فأنها تنال سلطة في وقت قريب وقد تنجح وتكون شخصية بارزة في المجتمع ركوب السيارة مع شخص معروف في المنام للمتزوجة المتزوجة التي تركب في منامها السيارة مع زوجها وكانت تقود السيارة بإتقان فأنها صاحبة الكلمة الأولى في المنزل أو بمعنى أدق فأنها تمتلك شخصية أقوى من شخصية زوجها وستكون مسيطرة عليه وعلى كل شؤون المنزل عندما تركب المتزوجة سيارة صفراء مع شخص تعرفه فأنها محسودة من ذلك الشخص وتحديدا إذا كان لون السيارة سيئا وباهتا أما لو كانت السيارة صفراء ومشرقة وشعرت الحالمة بالسعادة وهي بداخلها فهذا يشير إلى النجاح والتألق والشهرة في مجال العمل وإذا ركبت المتزوجة السيارة الخضراء مع أبيها ووصل معا إلى مكان جميل ومريح فأنها تصل إلى مرحلة قبرى من التدين والتقرب إلى الله تفسير رؤية ركوب السيارة مع شخص معروف في المنام للمرأة الحامل إذا الحامل ركبت السيارة مع شخص تعرفه وكان يقود سريعا وللأسف انقلبت بهم السيارة هذا الحلم يدل على معنيين المعنى الأول وهو خاص بالنحية النفسية للحالمة فربما تفكر كثيرا في يوم الولادة وهذا يجعلها خائفة وقلقة من ذلك اليوم وتتساءل كثيرا هل سيمر بسلام أم لا المعنى الثاني وهو يشير إلى متاعب كثيرة تمر بها الرائية في الولادة أما لو المرأة الحامل شاهدت أنها تركب سيارة لونها بيضاء مع زوجها في الحلم وكانت تشعر بالبهجة طول الحلم فهذا مؤشر إيجابي بولادة الطفل بسهولة وانتعاش حالتها المادية خلال فترة قريبة من الزمن تفسير رؤية ركوب السيارة مع أحد الجيران إذا ركب الأعزب السيارة مع أحد جيرانه فأنه يتزوج ابنته في الواقع أو يسعد الطرفان بحدوث نسب بينهما أو يجمعهم عمل مليء بالخير والبرقة وركوب السيارة مع زميل العمل تشير الرؤية إلى التوافق الكبير بين الحالم وزميله في الحقيقة وربما يرزقهم الله بفكرة عمل مسمرة وبعدما يتم تنفيذها ستتغير حياتهم للأفضل والأموال ستكون كثيرة معهم وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء